حيث أعلنت قوات مكافحة الإرهاب العراقية سيطرتها على حي الرفاع في غربي الموصل بالكامل ورفعت العالم العراقي على مبانيه بعد تكبيد داعش خسائر بالأرواح والمعدات وترفق هذا الإعلان مع تخوف أممي كبير من موجة نزوح ضخمة من أحياء الموصل القديمة المزيد من التفاصيل نتابعها في سياق هذا التقرير بعد إعلان تحرير حي الرفاع بشكل كامل من احتلال داعش في غربي الموصل واصلت القوات العراقية تقدمها شمال غرب المدينة فيما سحب التنظيم مقاتله إلى وسط أحياء المدينة القديمة وعمد إلى تفخيخ سيارات وتفجيرها داخل حياء العريبي والرفاعي فيما يبقى أمام القوات العراقية حيان هما حي الورشان والنجار لعزل المدينة القديمة وأفادت مصادر بأن قوات الجيش والرد السريع تحتاج لـ 48 ساعة تقريبا لإعلان تحرير حيي السابع عشر من تموز والاقتصاديين بالكامل ويبقى العائق الوحيد أمام تحقيق هذا النصر هو استخدام داعش لعدد من الانتحاريين فيما تنتشر قوات خاصة على مداخل الأحياء لتدمير السيارات المفخخة التي زرعها التنظيم والتي تستهدف المدنيين وبالتزامن مع ذلك تتخوف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من موجة نزوح من الموصل مع اشتداد القتال واقتراب عمليات القتال من المدينة القديمة لدحر تنظيم داعش في آخر عمليات تطهير المدينة حيث تتوقع الأمم المتحدة فرار ما يصل إلى 200 ألف مدني فيما تزداد صعوبات تأمين حاجات النازحين وتوفير الحماية لهم فيما قالت منظمة الهجرة الدولية أن الفجوة التمويلية لها تأثير كبير في قدرتها على توفير حجم الاحتياجات الكبيرة الناجمة عن أزمة النزوح في الموصل وأكدت أنه مع اقتراب فصل الصيف في العراق وارتفاع درجات الحرارة فإن الصعوبات ستكون أكبر في وقت لا يزال هناك ثلاثة ملايين نازح في جميع أنحاء العراق حيث أن أعدادا قليلة فقط من النازحين أعيدوا إلى منازلهم فيما لا يزال أكثر من نصف النازحين يعيشون في المخيمات في ظروف معيشية سيئة فوفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عاد حوالي ثلاثين ألف مدنيا فقط إلى ديارهم في غرب الموصل منذ نهاية أبريل نيسان ونزح نحو سبعمائة ألف شخص من الموصل منذ انطلاق حملة تحريرها من داعش في تشرين الأول أكتوبر الماضي ولا يزال هناك ربع مليون يعتقد بأنهم محاصرون داخل المدينة وهم يعيشون مجاعة حقيقية تتمثل في النقص الحاد بالغذاء والدواء ترجمة نانسي قنقر